قلب ملك الجوارح وهو كما يقول العز بن عبد السلام مبدأ التكاليف كلها الآن الصلاة بالدنية النية محلها القلب الصوم بالدنية والنية محلها القلب الزكاة بالدنية والنية محلها القلب وإذا لا سمح الله النية زائغة بدل ما الزكاة تأخذ عليها أجرا تضرب في وجه العبد أول ثلاثتين توقد بهم نار جهنم والعياذ بالله تعالى عالم ومنفق وشهيد يقول العالم يا رب أنا علمت من أجلك يقال له كذبت علمت لي وقال بأنك عالم وقد قيل أنت كان بألبك شان يسفؤولك الناس شان الناس يقلولك أنت أحسن واحد بهدني وأنا ما بظلم الله ما بيظلم حدا قالوا الناس قالوا هو عمله في ظاهره يعمل بس قلبه فاسد والمنفق يقول يا رب أنا ما لي كله تصدقته من أجلك يقال كذبت أنت فعلت لي يقال بأنك منفق بأنك كريم بأنك سخي وقد قيل والشهيد يقال يا رب أنا بذلت من أجلك يقال كذبت أنت فعلت لي يقال بأنك شجاع بأنك جريء القلب ملك الجوارح مبدأ التكاليف كلها القلب وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه وفساد الأجساد موقوف على فساده لهذا أيها الإخوة تجد الموعظة الواحدة تطرق الأسماء وتجد آثارها على الناس متفاوتة نفس الدرس يسمعوا ألف رجل ألف إنسان بس كل واحد يثمر عنده هذا الدرس ثمرة مختلفة كماء السماء ينزل إلى الأرض فهذه أرض منبتة وهذه أرض قاحلة مع أن الماء هو الماء لكن التربة اختلفت إذا كان قلبك صالحا ستفيد من آيات الله ستفيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفيد من النصائح والمواعظ لكن لا سمح الله لا سمح الله إذا القلب فاسد ما تنفع معه المواعظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر